أنا عندي عشرين سنة من وانا صغيرة أبويا كان بيتحرش بيا أبويا كان بيتحرش بيا وأمي كانت عارفة أبويا لما بيعرف أن جوزي نزل بيجي للبيت علاقة ما بين أي رجل وستة ما بتحصل أبويا عملها معايا مش حامل من جوزي حامل من أبويا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة وقصة جديدة من برنامج لحظتنا دم قصتنا النهاردة بتحكي عن بنت بتقول أنا عندي عشرين سنة بتقول بس من وانا صغيرة أبويا كان بيتحرش بيا أبويا كان بيتحرش بيا وأمي كانت عارفة وشافته لحد عشرين سنة أبويا بيتحرش بيا وأمي خايفة من الفضيحة ولو اطلقت مش هتعرف تصرف علينا واخواتي مش فاضيين أصلا لحد لحد ما اتجوزت ومبسوطة قوي في جوازتي دي الحمد لله مبسوطة جدا بس اتدت الكارثة من هنا أن أبويا لما بيعرف إن جوز ينزل بيجي للبيت ولما جا للبيت حصل علاقة ما بيني وما بين أبويا وكان شارب وسقران بقى لواخد كوكايين وحاجة أرف علاقة ما بين أي رجل وستة ما بتحصل أبويا عملها معي حتى العلاقة الخلفية كل حاجة وأنا كنت خايفة أتكلم ولا أتخانق عشان ممكن أتفضح وممكن أتطلق وممكن أعمل مشاكل ويطلق أمي ولا أحكي لأمي أنا ما عرفتش أعمل إيه حصل اللي حصل ومش وكانت لما القانس كت بقى طبعا وانا مش عارفة السبب يجي بنفس القصة ويعمل نفس القصة معي في البيت وبييجي مش دريان بين ساكران وبيعمل حاجات مش طبيعية فجوزي في مرة جاي وقال أنا مش مرتاح لأبوكي كده أبوكي بيجي مبهدل في نفسه وكده وريحته بتبقى غريبة أنا مش مرتاح الواحد المفروض اللي بيجي يزور بنته تب يجي يعني على سنجة عشر كويس وأنا دلوقتي خايفة أحكي لأمي يجرى لأ حاجة وأمي عندها القلب وخايفة أقول لجوزي ولا أفضح أبويا أطلق ساعتها ويكون فقط جوزي الكارسي دلوقتي إن أنا حامل مش حامل من جوزي حامل من أبويا حامل من أبويا ومش عارف أعمل إيه وليلي أعمل إيه أنا أنا متابعاك من زمان وكنت خايفة أحكي القصة دي وقلت إن أنت تحكي لي القصة دي للناس عشان يقولوا يمكن يمكن ألاقي حلل المنصيبة اللي أنا فيها دي أنزل البيبي ولا أفضح أبويا ولا أعمل إيه هي مستنية رأينا مستنية رأي كل واحد نحن نقول إيه في الكارسي دي حبعت لها لنك الحلق زي ما هي طلبت عشان تتابع التعليقات بتاعتكم أتمنى إن كل واحد لو قدامه حل يقول بكل احترام هقول لكم كده مثل حاولوا إن أنتوا تركزوا فيه شوية اللي إيده في الميا مش زي اللي إيده في النار واللي ما عامل الغلط غير اللي مش عامل الغلط أو ربنا سترك وربنا سترها لحد دلوقتي بس وقت الجد بيحصل حاجات تانية ربنا يعني مغطي الكوارث اللي إحنا بنعملها كلنا بنغلط الإنسان خطأ بس إحنا ما بنغلطش غيرنا نقول رأينا بكل احترام وكل روكي عشان خاطر نشوف نوصل لإيه بالصبت ودي كيك قصتنا النهاردة واشوفكم في حلقة جديدة وكصة جديدة من برنامج لحظة ندم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر